ويلا نبدأ الحلقة بفقر الترانز of the week أول تراند معنا الإسبوع ده هو خاص بلاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر محمد أبو جبل الحقيقة أبو جبل ظهر في أكتر من برنامج من بعد ما رجع منتخب مصر من بطولة أفريقيا واتكلم في حاجات كتيرة قوي بس كانت النقطة اللي قلبت الدنيا على السوشال ميديا أخيرا هو حالته الاجتماعية وكان فيه تقريبا كده حالة من الجدل الكبير قوي على السوشال ميديا واتقسم الناس ما بين أنه متجاوز وأنه لا مش متجاوز أبو جبل لما تسأل السؤال ده ورده وقال حالتي الاجتماعية حاليا أني متجاوز بس فيه مشاكل والعلاقة مش مستقرة طبعا رد أبو جبل ده عمل حالة كبيرة جدا من الجدل خصوصا أنه من فترة قريبة كده أبو جبل ومراته لغوا متابعة بعض على الانستجرام ومسحوا الصور اللي ليهم مع بعض وده بعد الجواز استمر أقل من سنة ولكن واضح أن كلام أبو جبل زعل جدا زوجته الجزائرية سمارة يحيى واللي ردت مباشرة عليه وقالت أنها كانت تعتقد أنه أسكى من كده بكتير ولكن بعدما الموضوع اتطور وبقت كل الناس بتتكلم عن علاقة أبو جبل بزوجته وملك الجمال الجزائر والعرب السابقة اضطرت سمارة أنها تكتب بوست طويل على صفحتها على انستجرام سمارة قالت أنها من فترة قفلت الموضوع لأنه موضوع شخصي ولأنها مش من النوع اللي بيستغل المشاكل الزوجية عشان تكون ترند وقالت كمان أنها سكتت لأنها بتحترم عقلتها وعقلت أبو جبل وكمان قالت أن للأسف الطرف التاني تفكيره كان غير تفكيري توقعت منه إجابة أفكى بكتير من تلك الإجابة وطريقة أحسن من تلك الطريقة وكان واضح جدا من كلامها أنها متضايقة خصوصا أنها قالت أنه ما فيش تقريبا قاناة أو جورنال إلا وحاولوا أن هما يتواصلوا معها لكن أنها فضلت السقوط وعدم الكلام لأن البيوت أسرار كمان قالت أنها مش عايزة تتكلم في الموضوع ده لحد ما ينتهي بالطريقة اللي ربنا شايف فيها الخير لها والزوجها وطلبت من الناس كلها أن هما يبطلوا كلام في الموضوع وأننا نترك الخلق للخلق وطبعا كان واضح جدا أن صمارة متضايقة ومتأثرة من الكامل كبير من الإشاعات اللي وصفتها بأنها كاذبة وقالت أنه ناس كتير أو يستغلوا الموقف وأزوها وناس كتير برضو اتخلوا عنها في أزمتها الحالية ولكنها بالرغم من كل ده مصرة أنها ما تردش على حد ومش هتتكلم خالص دلوقتي وخلصت كلامها بجملة مؤثرة جدا وقالت فيها لا فرح يدوم ولا حزن يدوم وتلك الأيام ندوالها بين الناس ترجمة نانسي قنقر